شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على طريق بلدة البازورية جنوبية لبنان فادت مراسلة الغد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات كما أعلن جيش الاحتلال تفعيل منظومة القبة الحديدية في أجواء الحدود المقابلة لبلدة حولة بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستعمرات القطاع الشرقي وفي القطاع الأوسط قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات يارين وشيحين ولجبين واطير حرفة بينما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع لضغيرة محققا إصابات مؤكدة إلى الجنوب اللبناني إذن نذهب لتعرف على حقيقة المشهد وآخر تطوراته مع حنان عيسى مراسلة الغد إليك حنان ماذا عن آخر المستجدات؟ في الوقع المعلومات ما زالت متضاربة حول الاستهداف الأخير الذي نفذته مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة البازورية بين منطقة البازورية والبرج الشمالي في قضاء صور الوكالة الوطنية تتحدث عن سقوط ضحيتين جراء هذا الاستهداف وهناك معلومات أيضا تتحدث عن أربع ضحايا حتى هذه الساعة لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع أيضا حول جنسية المستهدفين في تلك السيارة أيضا هناك معلومات تتحدث عن سقوط ضحايا فلسطينيين كانوا يتوجدون في تلك السيارة لكن معلومات خاصة بالغد تقول بأن حركة حماس بالتحديد وهي التي تنفذ عملياتها في مناطق محيطة بقضاء صور هذه المنطقة أي منطقة البازورية لا تقع ضمن نطاق العمل حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية التي تقوم باستهداف المواقع الإسرائيلية من تلك المنطقة وبالتالي الحديث عن جنسية المستهدفين في تلك السيارة ما زال حتى هذه الساعة غير واضح ربما هم فلسطينيين وهذا مستبعد وربما يكونوا مقاتلين لبنانيين بكل الأحوال المصائر سنتأكد خلال الدقائق القادمة من طبيعة هذا الاستهداف ومن من هم المستهدفون في تلك السيارة بالتحديد إن كانوا فلسطينيين أم لبنانيين لكن ما زلنا نتحدث عن معلومات أولية تتوارد إلينا أما على صعيد الميداني منذ صباح هذا اليوم الغارات الإسرائيلية استهدفت البلدات الحدودية منذ صباح هذا اليوم بعدد من الغارات وأيضا كان هناك قصف مدفعي على عدد من البلدات في القطاع الشرقي الغارات الحربية استهدفت بلدات حولة أيضا استهدفت عدد بلدات وأطراف بلدات في القطاع الشرقي منها سهل الخيام ومرجعيون وأيضا عدد من البلدات الآخر في القطاع الأوسط منها شحين الجبين الضهيرة وغيرها من الاستهدافات حزب الله أعلن حتى هذه الساعة عن عمليتين نفذهما ضد مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية إذن يمكن القول بأن هذا اليوم بدأت الاستهدافات الإسرائيلية باكرا على البلدات الحدودية استبقت أي عملية لحزب الله وبدأت بتنفيذ غاراتها وطلعات الطيران الحربي الذي أيضا كان متواجدا في سماء صور خلال الساعات الماضية والمسيرات الحربية التي تقوم بطلعات فوق مناطق الجنوب بشكل يومي هذه الاستهدافات بدأت باكرا وما زالت مستمرة حتى هذه الساعة إنما المستجد الأخير هو الاستهداف أو عملية الاختيال التي نفذتها تلك الغارة على سيارة في منطقة البازورية في قضاء صور سنتأكد بطبيعة الحال من من كان المستهدفة هذه السيارة هل هي عناصر تابعة لفصائل فلسطينية أم غير ذلك كنت نعم